أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً تم بمجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتباراً من أول أيام عيد الفطر بحيث تصبح للأفراد اعتباراً من الساعة 11 مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لجميع أيام الأسبوع كما تصبح للمنشآت اعتباراً من الساعة 10 ليلاً وحتى الساعة السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك ويأتي هذا البلاغ في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقاً لتطورات الوضع الوبائي وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعين وأشارت الحكومة إلى أن وصولنا للصيف الآمن يعني فتح معظم القطاعات مطلعة تموز المقبل وأيضاً العودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات في شهر أيلول المقبل